كاميرا النهار الولوج بفندق الرمال بشلغم العيد وإلى يتميلة أين نقلت لنا يوميات الأطباء والممردين وحياتهم بعيدا عن عائلاتهم أين يقضون فترة حجرهم الاحترازية سوفيان بوعون في هذا التقرير أقول هنا بفندق الرمال ببلدية شلغم العيد في ميلة كاميرا تلفزيون النهار تزور استثناءنا الأطباء وشبه الطبيين الذين اختاروا الحجر بعد معاينتهم لحالة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر أو مشتباهين فيها بعيدين عن عائلاتهم لعدة أسابيع بداية زوجة كانت مقلقة ودعم بعد فهمة الوضع الحمد لله رهي بميات الرجل من شاء الله قيمة بالطفل وقيمة بالأولاد وقيمة المسؤوليات نتعى الدار خليت وراء يا رجل الحمد لله نطلب من العائلة كل يكونوا على هاتف الشاكلة ويقدرنا ربي إن شاء الله أنا خليت الأولاد ذرك مدة أربع يام ولا خمس أيام عندي زوج ابنات واحدة توبة لأخرى إخلاص خليتهم وهذا الله غالب وشرا نداء الواجب هو اللي خلانا لازم تخلي عائلتك تخلي أحبابك تخلي والديك داخل غرف الفندقي الحياة طبيعية جدا ومعنوياتهم كذلك مرتفعة للغاية في ظل الظروف التي وفرتها الدولة لخدمتهم وتتباين مشاعرهم وتختلف خلال السؤال على الأحباب والأقارب رانا كما تشوفوا في الحجر الاحترازي كان مفرود علينا أن نفوتوه بعدما عملنا مع حالات كورونا بوزيتيف وحالات مشتبه فيها ورانا كما تشوفوا بعيدا على الليلة تعنا فلو ممو الحمد لله كما هما متلطين في الغاشة براء في المرضى حنا نجبنا نقوم بهم متلطة فيهم كما هما متلطين في خوتنا وحنا هذا كنا نجب نعاونه بعضنا نجب نكفو مع بعضنا نقاوش حنا ندرك على هذا وهذا يخبي على هذا لازم نكفو نعاونه بعضنا خاوتنا كما يصهر الجميع على توفير المأكل والمشرب بشكل يومي لتعويض دفء العائلة الذي ظل ملموسا خلال ساعات تواجدنا معهم خاصة وأنهم جد مؤمنين بأنهم في خدمة بلدهم وأبناء بلدهم الجزائر